اشتركوا في القناة وممتاز المجموعة الأولى الكرة أمامية عالية ترجع مجدر طيبة إلى شكربة شكربة مصطفى التجورية ومعادل أمامي أمامية يرسل كرة عالية أسامة بالعيد يستلم كنترول جميل من أسامة بالعيد ترجع ميناء يراغ بشكل جميل ميناء يرسل لكن بكل هدو بين أحضان بغوفة حسين البدري هجم للنجوم أمامية شكربة مصطفى التجوري يتقدم في حوار مصطفى عادل زوي هذه كرة العادل ولكن هناك راية سلا بيدي هل يمر أمامية الكرة مصطفى حمزة يرجع الكرة معادل أمامي أسامة بالعيد إلى معاذ من جديد يوسف ميناء مصطفى التجوري مصطفى يبحث على اللاعب يمر الكرة إلى شكربة ماذا يقول حكم هدف هدف أول لصالح فريق الهلال هدف للهلال وشكربة أول الأهدف أول هدف لشكربة هذا الموسم أمام فريق اللي كان في الموسم الماضي فريق النجوم الدقيقة الثنين وعشرين أعلنت عن أول هدف في هذا اللقاء لصالح فريق الهلال محمد شكربة هذه الهجمة لصالح فريق النجوم ولكن بين أحضان حسان بن ناحية مصطفى التجوري يرفع الكرة مصطفى ولكن تطول على فيصل البدري يخرج بسلامة ولكن إلى من هذه الكرة؟ في لقاء اليوم التجوري يسدد الكرة هدف هدف لمصطفى التجوري بعين مفتوحة يباغث الحرس محمد أبوغوفا تمرير رائعة مصطفى التجوري جاء اليسرى يخطى في التمرير هجمه للهلال وأنس المصراتي يرفع الكرة فيصل البدري فيصل البدري برأسية فيصل عالية بقليل وهذا تغيير بالنسبة لنجوم اجدابي وأيضا دخول طه برواق ناجي سدد ولكن ترتط ورايا أبو سليم مع المدينة للي طرابلس مع الخمس هذه هجمة للهلال ماذا يقول حكم ركل الجزاء ركل الجزاء لصالح فريق الهلال الجيلاني عثمان بكل هدوء وقريب يعني فعلا ركل الجزاء لفريق الهلال يتحصر الهلال على ركل الجزاء على التنفيذ فيصل البدري في مواجهة محمد أبوغوفا فيصل ثالثا ولكن هدف هدف لصالح فريق الهلال مجدر طيبة بعد أن رجعت الكرة من الحارس محمد أبوغوفا هدف ثالث لصالح فريق الهلال سويري سين البدري سين يسدد يسدد سين بكل هدوء الكرة بين أحضان حسام منبيا الهلال الجهة اليسرى فيصل البدري يخرج حارس المرمى فيصل البدري فيصل البدري هل الرابع هل هدف الرابع حوار بين فيصل وأبوغوفا فيصل البدري ولكن تدخل سلامة يمر الكرة إلى فيصل فيصل هل يهدد يتباطى فيصل يسدد الكرة يسدد الكرة ولكن ترتطم الكرة بإحسير جب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة